اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم عشر سكايب حديث عراقي بعدان انتهت ما يعرف بمسرحية الانتخابات المبكرة خرجت الميليشيات في الشارع طبعا الذين اعتبروا انفسهم قد خسروا او الذين فازوا كلهم من نفس الطينة ونفس المعدن ونفس الاطار الذي دمر العراق طوال 18 سنة مضت اكثر من 18 سنة بعد كل هذا كانت الاتهامات تنصب من الخاسرين على الاقل من الذين خسروا بعض مواقعهم لصالح ميليشيات اخرى هذه الميليشيات كانت تتهم الامم المتحدة تتهم بالاسخارق بشكل مباشر ممثلة الامين العام الممتحدة يونامي في العراق بانها يعني قد سهمت في تزوير النتائج ووصفوها جماعة قيس الخزعلي وقيس الخزعلي بعرابة التزوير ووضعوا لافتات في الشوارع في كل مكان يعني تخلصوا من هذه عرابة التزوير وبعد كل هذه الضجة وكل هذا الحديث واذا بممثلة الامين العام الممتحدة جنين بلسخارق تذهب للقاء للقاء من شتموها ومن اعتبروها عرابة التزوير ذهبت للقاء الخزعلي قيس الخزعلي استقبلها وجلس معها وقالوا انه جرى حوار عون الانتخابات وقدم لها وثائق في التزوير فيما حصل من التزوير وهي طمنته وارادت ان تستمع اليه القضية تبدو غريبة وعجيبة الحقيقة قبل ذلك كانت من اسخارق واحدة من الذين اثاروا الشبهات الحقيقة في سعيها للانتخابات بشكل غريب عجيب هي من ذهبت الى مجلس الامن والقت خطابا والقت ايجازا شهريا دعت مجلس الامن الوقوف مع الحكومة مع خطوة الانتخابات لانها وصفتها انتخابات مختلفة انتخابات تاريخية مثل ما يقول برحم صالح رئيس الجمهورية الحالي هكذا وصفتها واستطاعت ان تنتزع من مجلس الامن بيانا او قرارا يدعم الانتخابات في وقتها قبل حدوث الانتخابات وعادت الى العراق واذا بها تذهب الى الناصرية التي كانت ترفض الانتخابات وزارت ترفض الانتخابات حاولت اقناع المتظاهرين حاولت اقناع الرافضين بالمشاركة في هذه الانتخابات فشلت لكن هكذا كان جهودها منصب في دعم هذه الانتخابات وبعد نتائج الانتخابات بعدما اجريت الانتخابات كان الكل يقول يعني الشعب العراقي على الاقل يقول او يعني يتساءل ويسأل الامة المتحدة كيف ترين الصورة بعد هذه المقاطعة الشعبية الواسعة لهذه الانتخابات بعد قرار المقاطعة الشعبية بعد ان قاطع الشعب العراقي هذه الانتخابات اكثر من خمسة واثمانين بالمئة من العراقي لم يذهبوا للانتخابات ومنذهبوا للانتخابات قلة قليلة وكل المنظمات كل كل الاعلام كل الدنيا اشارت الى انه نسبة المشاركة هي الاقل منذ اول انتخابات عام الفين وخمسة لحد اخر انتخابات هذه الانتخابات المبكرة التي سميت الانتخابات المبكرة جرت في يوم عشرة عشرة الفين وواحد وعشرين فبالتالي كانت هذه الصورة المرسومة في ذهن الشعب العراق واذا بمن خسروا واعتبروا انفسهم من المظلومين يتهمونها بانها عرابة التزوير واذا بها تذهب اليهم وبعد ذلك تنشر الاخبار بانها ستذهب الى ايران لتتفاهم مع الايرانيين حول الانتخابات حول ما جرى بالانتخابات وطريقة الانتخابات وما حصل فيها والنتائج المعتمدة الامم المتحدة يعني اولا ما علاقة الامم المتحدة في الانتخابات ما علاقة المجلس الامن يعني مجلس الامن ايد هذه الانتخابات بعد حصولها وأيد النتائج غريبة عجيبة هذا مجلس الأمن لم يهتم في يوم من الأيام وليس قضيته أن يهتم في أي انتخابات في العالم ولم يهتم بأي عملية انتخابات في العالم جرت سواء في العالم الغربي يسمونه ديمقراطية أو العالم الآخر عالمنا لم يهتم المجلس الأمن ولم يصدر منه قرارا بهذا الشكل إلا في قضية العراق وإذا بالأمم المتحدة كل اهتمام ومنصب على هذه الانتخابات ما السبب في ذلك لماذا هذا الاهتمام العالي بهذه الانتخابات وبتمرير وبقاء العملية السياسية الحقيقة لا يقف أرى ذلك إلا الرغبة الأمريكية الرغبة الأمريكية في أن تستمر العملية السياسية وإن كانت الرغبة الأمريكية الآن هناك مواحقات بين أمريكا وإيران لكن إيران وأمريكا رغبتهم أن تستمر العملية السياسية لأن في استمرار العملية السياسية بقاء العراق ضعيفاً ومنهكاً ومسيراً من الآخرين فلذلك هذا الاهتمام الكل يتساءل ما علاقة الأمم المتحدة بهذه الطريقة لماذا بلس خارث يعني وكأنها مندوبة حكومية مندوبة تعمل لدى الحكومة العراقية مثل حالة حالة كل من مثلوا الأمينة عام المتحدة منذ عام 2003 لحد الآن هذه مصيبة كبيرة كثير منهم تعاقبوا وهم ليسوا إلا أجراء لدى أطراف أجنبي ووجراء لدى الحكومات هذه التي تحكم العراق حقيقة وكأنهم يأخذون رواتبهم منهم ويدافوعاً عنهم هم يعرفون أن لا ديمقراطية ولا حرية والعراق مملوء بالمشاكل وملوء بالخراب والدمار وهذه الانتخابات غير حقيقية وكلها مزورة لكن دائماً ما الأمم المتحدة تدعم هذا التزوير تدعم هذا الخراب لكي تبقى العملية السياسية الحقيقة الأطراف التي تؤيد الأمم المتحدة والتي تقف ضد الأمم المتحدة من قوى العملية السياسية كلها مملوكة لنفس الرؤى لديها نفس التوجهات لديها نفس الأحلام لديها نفس الطموحات في بقاء العملية السياسية لذلك تتوافق إرادتها مع الإرادة الإيرانية والإرادة الأمريكية في بقاء العملية السياسية وعرابة كل ذلك هي الأمم المتحدة لم يبقى من وقت هذه الحلقة إلا قليل أترككم بخير وأرجو لكم فطيب الأوقات وألترككم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة